السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما تعودنا قبل ما نبدأ حكاياتنا مع بعض نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام صاحبة الحكاية بتقول أنا اتجوزت ابن عمي كنت بحبه من صغري لكن هو اتجوزني عشان خاطر الورث اللي عندي يعني اتجوزني على طمع بتقول أنا من صغري من وانا عندي 12 سنة وانا كنت بحب ابن عمي بس ما كنتش مبينة هو أصلا كان معنا ببيت العيلة وكان دايما قدامي لكن هو بصراحة عمره ما بصلي بصة إعجاب أو أي حاجة يعني ما كانش بيبدلني نفس المشاعر لكن أنا من جواهي كنت بحبه هو كان حسن المظهر وكان جميل وكان ما شاء الله شخصية كويسة قدامي أنا كنت شايفة قدامي إنسان اللي أنا أتمنى شرك حياتي لكن هو كان من نسباله كان بيبصلي على إني عادي يعني ما كانتش بفرق معاه لكن عمي اخترني لابنه عشان خاطر إحنا بنات ومفيش ورصة غير عمي ده وكان حالة المادية بتاعت والدي كانت كويسة كان طول عمره بيسافر وكان عنده أرض وكان مبسوط فكان باصص لنقطة إن أنا يعني زي بقولك إيه ذاتنا في دقيقنا وهيلقي من وراء مني خير لابنه المهم كان هو متقدم لابن عمي يعني هو كان في الوقت ده عمي كان رشح لابن ابنه وكان متقدم لي كمان يعني واحد يعتبر من قريب والدتي بس كان بيحبيه إن كان أنا كنت أنا ما كنتش ميالة لي فالمهم متجوزت إيه ابن عمي لما جيت قدم لي وفقت بيه أنا كنت فرحانة جدا يعني إن هو هيتقدم لي في نفس الوقت كان ده يوم اللي كنت بتمنى إن هو يكون شرك حياتي لأن أنا من جوايا مشاعر من ناحيته لكن هو ما كانش بيبادلني بنفس المشاعة ده أو كان ما كانش ظهر لي مشاعره لي المهم لما تجوزنا لقيته بيعملني معاملة جفة جدا يعني كان إني متجوزني بالغزب لأن كان كانت أنا من نسبة له اختيار أهله مش اختياره هو لقيته بيعملني بأقصى معاملة يعني ما كانش بيعملني بحنية ولا بأسلوب كويس وكان دايماً حياته معايا أوامر وشخط ونطر وعملي ده وما تعملش ده وانت عملت ده لإيه وده كان بيعملني بمعاملة قاسية جدا لدرجة إن أنا قلت له هو أنا مخصوبة على جوازتك إنت تجوزتيني عشان تباعديني إنت تجوزتيني ليه أمجيبها صريحة كده معايا ومقيل لي أنا ما كنتش عايزك أنا كنت بحب زملتي في الجامعة لكن آآ الله يسمح أبويا هو اللي قال لي اتجوز بنت عمك ويبقى زيتنا في دقينا جابت ورسله كان فدان قلت له طيب أنا نزام بإيه إن انتوا بصطولي على طمع وجودوا تقدموا لي والآخر تعاملني كده نزام بإيه اللي إنت ما تعرفوش إن أنا حبيتك وكنت بحبك من وانا صغيرة لكن أنا للأسف كنت فاكرة إن أنا لما اتجوزك هلقي منك آآ التبادل في الحب ده أو أحس منك إن أنت بتباديني نفس المشاعر وكمان أنت مدام بصص للمال اتجوزتيني ليه ما كنتش تتجوزني مدام أنت من جواك ما بتحبنيش وبتحب واحدة تاني قال لي أبويا اللي شار علي بكي وأنا ما كنتش عايزك بصراحة وهو اللي ضغط علي وأنا يعتبريني جوز على الورق وانت ملكيش عندها لطلباتك وحياتك يعني إن هو يقوم بواجبات بيت وحياته ما أقدرش إن أنا أقول له عملت إيه ما عملتش إيه ما تروحش ما تجيش حبني ما تحبنيش يعني إن أنا خدمة بالأمتي ما فيش قبول من ناحيته ليه في الوقت ده أنا عايضت وزعلت جدا ولقيت نفسي يعني حياتي منضمرة نفسيا إن أنا عاشة مع إنسان مش حاسس بوجودي ولقيته من جوا جفة واسلوبه معايا يعني حد ما بيدنيش اسلوب حالو يأكل ويشرب ولكن موجودة قدامه بيعملني كأنه خدامة فقط لغير فضلت حياتنا مستمرية سنة كاملة في الجواز بالطرقة ديت لدرجة إن أنا خلاص مليت أكتر من مرة أزعل في خلال السنة دي أتوغضب وأهلي يرجعوني ويصرحوني ويقول لي ما عايش هتحملي بكرة يتغير بكرة يتحسن هو من جواه جفة يعني كإني أنا متجاوزني بالإقراه هو فعلا كان مبين لكده وفجئت في يوم لقيته بيقول لي أنا عايزة أقولك على حاجة قلت له قولي قال أنا هتجوز قلت له يعني إيهت تجوز قال لي يعني أنا مش هينفع إن أنا يعني أعيش معك أنا ما بحبكيش فأنا بدور على حب حقيقي في الوقت ده أنا زعلت وعيضت جدا وقلت له يعني إنت متجاوزني عشان ترضي عمي والآخر تخضر بي وتروح تتجوز وأنا من قال لك إن أنا هقبل إن أنا أعيش مع ضرة معاك أما قال لي دي حياتي وأنا حر المما قلت له خلاص طلقني وكل واحد يروح لحاله المهم الشيء القدر إن أنا فعلا بسكت بالطلاق لأنه فعلا كان بتمسك إن هو يتجوز واحدة تانية وده اللي كان بخليني إن أنا أصر على الطلاق خلاص إنسان ما بيحبنيش إنسان مش عايزني أنا حبيته من طرف واحد وكمان هيجيب علي درة معاك كده إن هو مستهن بمشاعري بيلغني من حياته فأنا لقيت نفسي خلاص كرمتي باقت في الأرض فلازم أحفظها أكتر من كده قلت له خلاص طلقني والله يستر عليك ويستر علي ويسهلك ويديه لحقوقي وبالسلام المهم إن أنا الحمد لله اتطلقت منه واخدت قرار يعني كان قرار صح إن أنا أخلص من معاملة اللي هي يعني المعاملة الجفة ديت والتعبد اللي كان معيشني فيه فأنا المهم الحمد لله طلقت منه وعدت فترة من غير الجواز وقلت إيه أصبر كده لغيرت ما ربنا يعود علي بواحد ابن حلال ويشيء القدر يتقدم للعريس الأولاني اللي أنا كنت رفضاه عشان ما كنتش بحبه اللي هو يعتبر من طرف أهلي أو من طرف أهل أمي كان فيه صرت قرابة من بعيد فكان هو متقدم لألبجانة وانا عشان بحب ابن عم كنت أنا رفضته وقلت أخد اللي بحبه ولما لقيت عمي بيتكلم كمان وبتقدم لي أنا فرحت أكتر إن أنا هاخد الإنسان اللي قلبي ميال لي فتقدم لي بقى العريس ده بعد الطلاق بعد سنة من طلاقي جيت أقدم لي تاني فأنا فجئت إن هو جايلي بعد الظروف اللي مرت علي وبعد إن أنا طلقته ويعتبر سنة من عمري رحت مع جوز الأولان اللي هو ابن عمي وقعدت سنة كمان استراحة من فترة الطلاق إزا إن هو لسه متمسك بيا فلقيته جاي يتقدم لي فأنا عدت معا فبقول له إنت هتقدمت لي قبل كده وما حصلش نصيب إلي خليك تتمسك بيا وتجيلي تاني قال لأ أنا بصراحة بحبك وشريكي وأنا متمنيك إلي من الزمان بس هو كان لكي نصيب إن أنت تتجوز غيري وأنا لسه غير دلوقتي متمسك بك وأتمنى إن أنت توافقي المهم ما ترددتش ووافقته والحمد لله حصلت إن إحنا تخطبنا وتجوزنا وعملنا فرحة الأد لإن أنا كنت متجوزة قبل كده يعني جواز عائلية كده بين أهلي وأهله والحمد لله تمت الجوازة على خير والحمد لله بعد 8 شهور من جواز ربنا أراد إن أنا أحمل وجبت منه بنت وولد يعني الحمد لله خلفت منه والشيء القدر كمان إن أنا أفجأ إن ابن عمي اللي هو اتبطر علي وظلمني معاه إن هو أتجوز فعلا بعد ما طلقني على طول والشيء القدر يعني الله ما لا شماته يا رب إن يجيب عائل معاك زهنيا كان أول خلفه لي كده وبعد كده جاب عائل تاني بنفس المرض ده يعني برضو بظروف خاصة الله يشفيه ويشفيه يعني يشفيه ويشفيه لأولاده الله ما لا شماته لإن لا شفاقة لا شفاعة في الموت ولا في حيلة في الرزق والشماتها مش حلوة هي هو رزقه فلقيته بعد فترة بعيتلي بيقول لي أنا ظلمتك وجيت عليك كتير وربنا عقبني ولغاية دلوقتي مش عارف أخلي فعيل سوي سامحيني وبيطلب مني السماح أنا طبعا أطع علاقتي بيه خالص وما بكلموش ولا ردت عليه بس أنا من جوايا قلت يلا أنا مسامحا وخلاص والحمد لله هو ربنا عود علي بإنسان كويس وإنسان ابن حلال وإنسان كان شارن فعلا وربنا نزعني منه ببنته ولد صورية صالحة والحمد لله ولادي أسوياء وكويسين وربنا يشفيه ولاد ابن عمي أنا برضو مش شمتنا فيهم لأنه دول أطفال أبرياء من أحباب الله بس أنا اللي عايز أوضحه إنه هو لما جاء علي وظلمني أعكاب ربنا كان كبير ليه وربنا عود علي بإنسان كان كويس يمكن لو كنت وفقت بيه في الأول ما كنتش حساد بإمته فهو الفكرة إن اللي بيتجوز على نية نية فلوس يعني ده يعتبر زي الجواز الباطل من بني على باطل فهو باطل هو طمع فيه عشان فلوسي وما كانش بيحبني ووافق آآ أمر عامي ليه نويتجوزني فعشان كده هو مرتح ليش في الحياة وبهدين معي والآخر الجوازة يعني حصل بينها انفصال فهي الفكرة إن إنسان لما يجي يتجوز يعني أهم حاجة في الجواز التوافق مش لازم عشان عنده فلوس أخدها مش لازم يكون عشان هو غاني أخده أهم حاجة يكون فيه توافق وفيه قبول وفيه إرتياح نفسي هو كان آآ عامي بسيط لي من وجهة نظر والمادة والفلوس وكان فاردنا على ابنه رغم إن أنا كنت حباه بس برضو أنا برضو اللي دفعت التمن لما أخدته إنسان ما كانش حبيبني هو ظلمني معاه لإن هو برضو اخترني وماشى كلام أبوه لكن في نفس الوقت أنا اللي اتدمرت نفسيا لما اتجوزت وتحسبت عليها جوازة والآخر اتطلقت عشان إنسان ده كان باصص للفلوس مش باصص للجوهر اللي هو أنا الداخلي ما بصلش أنا بصل اللي حوالي وبصل الفلوس الفلوس ما بتعملش حاجة فلازم إنسان لما يجي تجوز دي نصحة مني لكم اتجوزوا على نية جواز بما يرد الله مش عشان هي عندها فلوس اتجوزة عشان خطر حيلتها ورس الفلوس ما بتعملش حاجة على رأيي المسأل اللي بقول يواخد الإرد على ماله بكرة يروح المال ويفضل الإرد على حاله بمعنى إيه من اللي يتجوز على طمع لو المال راح خلاص كل شيء انتهى يعني مدام أنا واخدها عشان فلوسها لو فلوسها راحت عشوفها كلها عيوب ما أنا كنت شايف الفلوس مش شايفها هي فهو برضو عشان هو عم يطمع فيه وحب إنه هو يجوز لابنه عشان يلقي من ورايه ورس وابنه ما قابلش الوضع ودمرني اتحسبت عليها جوازة بتهيئل لو كان سابني ما تجوزنيش وكان سابني الإنسان يعرف إمته يكون شارين الشخصي ما كانش ده يبقى حالي طبعا ده حكايتنا النهاردة ما تنسوناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته